بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديكور البرل او القطيفة او الفلفت زي ما بتسمى في بلاد كتير وكتير من الشركات باسماء مختلفة زي ما احنا متعودين ان احنا بنطبقه من خلال الفرشة والمالك بندهن بالفرشة وبعد كده بنكوي بالمالك البلاستيك او المالك اللي استلس وخلاص الموضوع خلص على كده طيب النهاردة هنعمل ديكور القطيفة او البرل او الفلفت بشكل مختلف تماما وهنضيف عليه تأثير جميل جدا يا رب ان شاء الله يعجبكم وتكون فكرة لناس كتير تقدر تنفذها باذن الله تعالى اول حاجة زي ما حضرتكم شفته انا دهنت الجدار بتاعي بوش دهان بلاستيك نص لامع دهنته بديهان بلاستيك نص لامع اللي هو طلاق مائي اكريلك نصف لامع طب ليه نصف لامع يعني ليه دهنت انا الحيطة بتاعتي نص لامع واحنا متعودين ان احنا نعمل القطيفة على بلاستيك مط يعني دهان مائي مط اه لا عادي حضرتك مفيش مشكلة ممكن تنفذ اه ديكور القطيفة على البلاستيك النص لامع طبقة واحدة زي ما حضرتك شايف كده وهيطلع معاك جميل جدا ممكن تخلي اللون الارضية اغمق شوية من لون القطيفة بس مش اغمق كتير يعني اغمق شوية من لون القطيفة درجتين او تلاتة وممكن تخليه افتح من لون القطيفة درجتين او تلاتة اه زي ما حضرتكم شفتوا كده بعد ما دهان وش بلاستيك نص لامع اه دهان ديكور القطيفة بالفرشة اكساد زي ما احنا بنقول يعني بطريقة عشوائية فرد القطيفة على الحيطة وبالمالج البلاستيك اه هبتدي افرد اه او اكوي القطيفة بتاعتي طبعا حضرتك اشتغل بالطريقة اللي تعجبك او بالطريقة اللي انت متعود عليها مفيش اي مشكلة عايز التقطيع بتاعتك كبيرة عايزها صغيرة مفيش اي مشكلة عندك تمام طيب بعد ما كوينا كده طبعا انت كل ما بيجف معاك القطيفة وكل ما بتكويها كل ما بتزداد جمال وتباني اللامعة بتاعتها اه احنا كده خلصنا طبعا ديكور القطيفة هنسيب اربعة وعشرين ساعة ينشف وبعد كده هجيب المتر بتاعي وهقسم مسافات زي ما وعشرين سنتي عشرة سنتي طبعا المسافات دي هتختلف لو احنا اه بنشتغل على اه مساحات كبيرة يعني لو بشتغل على جنب كبير تلاتة متر اربعة متر المقاسات طبعا هتختلف معي طيب اه عملت خدت المقاسات بتاعتي فوق ونفس المقاسات اللي انا خدتها فوق دي هاخدها تحت وهبتدي اوصلهم ببعض بالالم الرصاص طبعا انا بوصلهم ببعض بخط رفايع خفيف انا اشوفه بس بمجرد ان يعيني تشوفه علشان خاطر انا بلزق اللزق اللزق ما تعوجش مني لان لو اللزق تعوج منك هيبان اه في ميل في اللزق فمش يبقى الشكل ايه ظريف فالافضل اما تشد استك على العلامات بتاعتك او تعلمها اه بمسطرة كويس طبعا الاطوال هتحتاج لها استك يعني هتحتاج ان انت هتعلمها تشد عليها ايه اه استك تمام كده طيب اه بعد ما وصلت الخطوط ببعضيها هاجع على اول خط من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال وابتع ابتدي الزق عليه تيب او لزق وابتدي اظلل زي ما انتو شايفين الخط اليمين ده هبتدي اظلله من ناحية الشمال اعمل عليه ظل اعمل عليه ظل طيب الظل اللي معايا ده بعمله بايه بعمله بدهان اه دوكو اللي هو الطلاق الناري واللون لون نبيتي غامق مكتوم يعني اسود متشعر بحمر زي ما حضرك خدت بالك انا ظللت الخط اللي من ناحية اليمين اللي هو اللزق اللي على اليمين دي ظللتها من ناحية الشمال من على الشمال اللزق واللزق اللي انا بشيلها دلوقتي دي انا ظللتها من الجنب اليمين يعني اللي اتنين انا بظلل عكس بعض يعني انا بظلل بعمل الظل بتاعي اه العكس بعض الاتنين تمام كده زي ما حركت شوف برضو هيتكرر معانا في المرحلة اللي جاية زي ما حركت شايف انا لزقت اللزق وببتدي اظلل من ناحية اليمين. اهو. طبعا الظل بيبان معانا زي ما حدك شايف. طيب احنا ما ننفعش لاصل احنا ما عندناش في البلاد بتاعتنا ما نعرفش الدوك وما نعرفش النيتروس الليلوز ده. ممكن حركة تجيب دهان آآ مط زيت زيت مط يعني احنا في مصر بنسميه سينيتون آآ دهان زيت مط فيه وتستخدمه بدل الايه? بدل الدوك والمط ده. آآ لان اللاكيه اللامع مش يزبط معاك يعني الدهان الزيتي اللامع مش يزبط. انما الدهان الزيتي المط ممكن يقضي معاك الغرض بس خففه ببنزين. يعني حاول تخففه ببنزين اللي هو الوقود بتاع السيارات. علشان آآ يجف معاك بسرعة وما يحصلش تسهيل على الجدار. طيب آآ دي اخر مرحلة انا هعملها في التزليل باللون الاسود او اللون النبيتي اللي معايا الغمق زي ما حضرتكم شايفين كده. علشان يبتدي الشكل معايا يظهر. هخلص المرحلة دي ان شاء الله. وانقل على المرحلة اللي بعدها وهي برضو تزليل بالمسدس. يعني هي برضو تزليل بالمسدس بس المرادة باللون آآ الروز. طيب انا ليه عملت لون روز? ما عملتش لون ابيض? لان اللون الابيض آآ هيبان معايا ظاهر قوي على القطيفة وهيبوز المنظر مش يبقى حلو. زي ما حاركم شايفين انا نقلت اللزق فيه نقلته على على الديهان اللي خلص. يعني على الظل اللي انا عملته انا حطيت عليه اللزق. وببتدي اعمل اضاءة جنب الخط الاسود ده على طول. يعني شايف حركة الخط الاسود ده? انا نقلت اللزق عليه وبعمل جنبيه بحدد جنبيه بالمسدس كده. آآ اضاءة بيضة. اضاءة الديني. يعني آآ شكل دي يظهر معايا آآ آآ الشكل السري دي اللي احنا عايزين نعمله. تمام? ببنقل اللزق زي ما انتم شايفين على الخط الاسود بالزبط. اهو. لو ملاحظ هتلاقي انا بشيل اللزق من على الخط الاسود. بحط اللزق على الخط الاسود بالزبط وباجي من جنبيه اهو من ناحية اليمين. وباجي قد ظل خفيف كده باللون الروز اللي معايا. طبعا انا عملته لون روز لان الحطة عندي لونها كشمير. فاقرب حاجة ليها اللون الروز. يعني انا كسرت بس الابيض بشعرة احمر. كسرت الابيض بايه? بشوية احمر فبقى اللون روز. عشان ما بقاش ظاهر معايا قوي وبوز معايا الشكل. تمام كده? آآ دي اخر آآ ده اخر خطة انا هزل الجنبيه او هعمل جنبيه ضاقة. زي ما حضركم شايفين كده. وبعد كده نكمل آآ بقية الشغل اللي هنعمله علشان يظهر معانا آآ الشكل المطلوب. طبعا الفكرة الجديدة اتمنى آآ آآ ان حرككم كلكم تنفزوها سواء كانت ناس صناعية معانا او حد غير صناعية ناس يعني هاوية. آآ نفذ الفكرة هتعجبك جدا والفكرة سهلة وبسيطة والله يا جماعة مش صعبة. تمام كده? اهو. بنشيل بقى اللازق بتاعنا. ونبتدي بقى نحط الحاجات اللي هنكمل بها الشكل. اول حاجة هحطها ده داري على اليوتيوب. آآ بتاعي طبعا هنحطه كده بس عشان آآ يعني يدي شكل برضو ويبين لنا آآ التأثير اللي احنا عاملينه والديكور اللي احنا عاملينه. وده قبليك طبعا انا ركبته هركب قبليك تاني ناحية الشمال. زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد ما يركب اهو. تمام? لا سحر ولا شعوازها يعني يا جماعة. ننور كمان اهو. والدينة بقت جميلة جدا. آآ طبعا اتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم. وتنسوش تعملوا لايك للفيديو. تشتركوا في القناة لو مش مشترك. فعل زر الجرس علشان يوصلك منا كل جديد. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوكم غريب محمد من جمهورية مصر العربية. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة